الفنان فايا يونان أهلا وسهلا فيك اليوم معنا بفوشيا وساعدين بوجودك اليوم عنا بالأردن بعد غياب سنة وشوي عنها خبرين اليوم يوم الجمع عندك حفلة رح تحييها في مدينة البترة وبين الجبال خبين عن إحساسك أكتر أول شي أنا أسعد إنه رجعت بعد سنة وقلت لك سنة وشوي حاسبتون لأنه أنا عجل دائما بشتاء للأردن وصار هاد اللقاء السنوي فهالسنة يعني كتير متحمسة إنه مكان أول شي أنا أكيد زايرة البترة وكنت دائما بسألهم بتخيل إنه هل بينعمل كونسيرات هوني بينعمل حفلات فكتير متحمسة على إنه نغني بالبترة البترة الساحرة اللي هي فيها أصلا المكان كله حضارة كله تاريخ وفيه بيبقى يعني المحلات الإله هوية هالأد مميزة بيبقوا الحفلات إلهم كمان هوية مميزة فأنا كتير سعيدة وبتشرف أكيد يعني هيك نغني مع الأحبة بالأردن ومشتاقة مشتاقة غني بالأردن محضرين كتير أشياء محضرين أكيد حنغني شوي من الألبوم الجديد أصواتنا حنغني من الألبومات السابقة أكيد في دائما مفاجآت يعني إلا ما نغني أغاني من التراث تراث بلاد الشام أكتر شي يعني أنا لما مغني بالأردن بحيث حالي يعني ببلادي يعني هي بلاد الشام كتير بتشبه بعض بالطبيعة بالناس حتى باللهجة فبنغني يعني منغني القصص اللي أنا بعرفها من أنا وصغيرة وكبرانة عليها فدائما فيه هيك حنين خاص يعني طب ممكن تتحمسي وتتبكي لأن شفناك بأحد الحفلاتها داك اليوم دبكتي الدبكة الأشورية ممكن شوفك تتبك الدبكة الأردنية كل شي ممكن أكيد أنا يعني أنا بحب الدبكة كتير وبحس يمكن نوع الكارديو الوحيد اللي ما بتحسي فيه إنه بتكون يا قدم داخلي بالموسيقى إنه كتير كتير يعني هو من القصص التراثية يلي بتعني لنا كلنا يعني مثلها مثل الزلغوطة مثل في عادات وتقاليد تبقى بتميزنا وكتير هيك تستمتعي فيه طيب فايا بأحد التصريحات حكيت إنك ما بتلحق اللي ترند تمام هلأ هاد الإشي بيكون غلط للفنان إنه يلحق اللي ترند برأيك؟ مش غلط بس هو حرية شخصية يعني كل حد عنده خيار بالنهاية فإنه أنا ما بحق يعني إنه أنا بيطلعوا لي اللي ترند بس مولا مرة بفكر كون جزء منهم لأنه لازم كون جزء منهم فيه يعني فيه كتير ضغط فيه كتير ضغط إنه واحد يكون يمكن ما عباله يعمل هذا الشيء بقصاء فأنا هاي اللعبة كلها من الأساس ما نفعت فيه وبتخيل يعني هيك يعني شو بيقولوا بتشتري مش بتشتري راحتك بس إنه خلص أنا لعبة مش فيها وخاصة باليعني ترند للأغاني إنه هلأ شو دارج أغاني غير إنه هدول التحديات والترند للسوشيل ميديا إنه هلأ شو لازم نعمل أي نوع أغاني شو العبارات شو الجمل اللي دارجة فهيدا شي بيتعبك يعني صراحة ومتى ما فدتي فيها للقصة إنه خلص أنا I need to keep up فأنا بحب إنه كون لأ إنه خلص إنه بشتغل على الشيء اللي أنا مقتنعة فيه الأبعيد لأنه هو الشيء الثابت اللي ما بيتغير طيب اسمعنا إنك دخلت عالم التمثيل خبرنا خبرنا عن مسلسلك لمدة هو 15 حلقة حين حرد على أحد المنصات الرقمية خبرنا أكتر شو رح يكون دورك ما شاء الله عليكم فوشيا يعني أعطتني كل المعلومات هي مؤخرا كان فيه تجربة بالتمثيل وأنا كثير محمسة إنه يعني هيك خلصوا منتاج وتطلع تطلع للعلن لأنه فيها 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 مفاجأات عم حاول ما أحكي بس أنت قرد يعرف قلنا الشيء إسلام هو بروجيكت لايت يعني مسلسل هو لايت وفيه فيه أغاني فبيشبهني يعني سلع علاقة ما بينك وبين الغناء بالفصحة وهل لازم الفنان اللي بيغني بالفصحة يتعلم قواعد اللغة العربية أو يدخل في مجال اللغة العربية أكتر؟ لا يعني أنا درست بسوريا للصف الخامس يعني ملحقة الأعراب مش كتير كتير تقيل يعني بس أنه هذا شيء ما دخله يعني أنت إذا بتحبي الشعر وبتقري يعني أنا بقرأ روايات بالعرابي بيعني لي الأدى بالعرابي ففيه شيء بالفصحة بيعبر عنك يعني فيه قصص ما بتنقال باللغة اللغة المحكية بتطلع إلى عظمة مثلا أو سحر خاص بالفصحة وهي اللهجة اللي بتجمعنا إيه فهو يعني هلأ أكيد أنا ما بغني فقط بالفصحة يعني عنا كتير أغاني أول ألبومين وفي سينجلز باللهجة المحكية يعني اللهجة الشامية أو اللهجة بلاد الشام وهلأ آخر ألبوم كمان كان فيه له لهجات متنوعة يعني ألبوم أصواتنا بس الفصحة أكيد هو يعني هيك إله إله شخصية خاصة يعني فيه إيه إنه شعر يعني إنه واللغة العربية من أغنى اللغات بالعالم يعني كعدد مفردات وكيف ممكن تعبري فأدي حلو إنه نغني فيها ونتغنى فيها طيب فايا قبل فترك صغير كتير حياتي حفلة بمهرجان القلعة وصار بعدها اسمك تريند على جوجل شو تميزت فايا بهذاك اليوم لحتى صار اسمها تريند؟ بتخيل لي الإفتتاح مهرجان الألعى بالقاهرة منحكي هو مهرجان الألعى أصلا مميز يعني هو قلعة صلاح الدين الأيوبي بالمدينة يعني بنص المدينة بالقاهرة وهي الدورة الـ 31 فإله اسمه إله فبال يعني أنا شرفت إنه غنانا بالإفتتاح وكانت بتخيل يعني لأنه يعني هو التريند صار على الحفلة إنه لما عرضت على التلفزيون فبتخيل ما بعرف يعني يعني هي كانت صراحة حفلة من العمر والجمهور المصري كتير بيتفاعل ويعني بيرحب هيك بيحتضنك شو ما غنانتي لأنه غنانا كذا لهجة غنانا مصري أكيد بس غنانا يعني كمان شغلات متنوعة يعني أغاني من الألبوم الجديد وهيك فكانت مفاجأة حلوة لألنا يعني أنا وكل الموسيقين إنه الحفلة طلعت التريند طب فايا بشو مغرمة حاليا بشو مغرمة؟ بشو مغرمة؟ حاليا حاليا بشو مغرمة؟ بالموسيقى هلأ يعني هي فترة والعمري بكرون بالموسيقى يعني هي مش مش فترة سبيشل بس لأ إنه بالصيف بيكون موسم الحفلات وموسم هيك إنه تلتقي بالأحبة يلي كل السنة هلأكيد في حفلات عمدار السنة بس الصيف بيكون هيك لقاءات مكثفة فبتوجي يعني كل التعب والأغاني اللي بتشتغلي عليها وهيك هلأ حاليا ما خطر لي شي تاني طيب فايا لفيتي الوطن العربي بغنائك باللهجات غنائتي التونس غنائتي الجزائر غنائتي الخليجي برضو وعن بتأول عراق وعن بتحاولي تلفي الوطن العربي بغنائك لللهجات هل بتشوفي هات سبب المجاح الفنان؟ إنه مش شرط يعني نحنا هلأ عملنا ألبوم اللهجات كان ألبوم يعني كان مشروع ثقافي يعني نحنا عملنا كل أغنية مش بس لهجة إنه يعني آه هلا هيك هو كان مشروع يعني مفكرين فيه لفترة طويلة وعملنا كل بلد مش بس اللهجة عملنا القالب التوزيع الموسيقي وانشغلت كل أغنية بالبلد تبع يعني العراقية انشغلت بالعراق مع شاعر وملحن عراقي وتوزيع عراقي والعازفين وطريقة العزف حتى بتختلف وكل الأغاني الأخرى كمان فكان مشروع الطلب بحث وطلب هيك كان تحدي كتير حلو وهو أكيد يعني الانتشار الأغاني هيدا شي يعني بيجي بعدين بس هو المشروع بحد ذاته كان مشروع ممتع ومشروع أنا شخصيا هيك اتطورت فيه وحسيت حالي يعني تعلمت كتير إشياء وأكيد يعني أي حدا بيعمل الفن بيحب إنه يوصل بس أكيد مش هو هيدا السبب الوحيد يعني أو السبب الرئيسي نشوفك في اللهجة الأردنية اللهجة الأردنية البحث أنا جاهزة أكيد أكيد يعني أنا بتشرف غني كل اللهجات اللهجة الأردنية قريبة آه قريبة يعني هي بيقولوا فيه بالأغاني لهجة اللي بيغنوا فيها المغنين ببلاد الشام بيغنوا يعني اللبناني نفسه السوري نفسه الأردني بس بعرف إنه فيه أغاني بتبقى أردنية أردنية فأكيد أنا أصلا بحب يعني فيه فرق أندر جراون بالأردن بحب اسمالون وبحب هدول بيبقى مصطلحات أكسترا يعني أردنيين فإن شاء الله يوما ما خبرينينا شو جديدك لفايا الجديد هلأ بما أنه مصرنا شهر من نزلين الألبوم بعدنا هيك عم نبرم بهالمدن العربية الحلواء من غني وإن شاء الله يعني القادم يكون فيه حفلات بمدن جديدة هلأ عنا حفلة بالشام قريبا كمان بدمشق وإن شاء الله يكون فيه حفلات بالعراق وهذا الجديد طيب مسلسلك متى حينطرح إن شاء الله قريبا أنا هيك البعرفة ما عندي معنومات أكتر منكم والله فإننا الفايس عيني بوجودك معنا اليوم وإن شاء الله حفلتك هتكون ضارب إن شاء الله بيوم الجمعة بمندينة البطرة في الأردن شكرا كتير إسلام وشكرا لكم بالتوفيق اشتركوا في القناة